السلطة بصولجانها والشهرة باضوائها اشياء لا يبالي بها كورونا فذاك الشبح لا احد بعيدا عن قبضته ان كان ملكا او رئيسا او رئيس حكومة او وزيرا نجما سينمائيا او بطلا رياضيا ففي ملاعب كرة القدم سجل كورونا هدفا في مرمى نادي يوفينتس الايطالي بعدما اصاب مدافعه روغاني وفي مباراة اخرى سجل هدفا اخر في مرمى ارسنال الانجليزي والذي اعلن اصابة مدربه مايكل ارتيتا كورونا طرق ابواب السينما العالمية ليس بحثا عن بطولة بل عن فريسا فبينما كان الممثل الامريكي توم هانكس يحضر لتصوير فيلمه الجديد في استراليا وجد كورونا قد تحضر له ولزوجته فاصاب الاثنين معا اما في فئة الوزراء والوزيرات فكانت المفاجآت فوزيرة الدولة البريطانية لشؤون سلامة المرضى والوقاية من الانتحار بفيروس كورونا اعلنت اصابتها خلال حربها مع خصمها كورونا اما فرنسا فاصاب كورونا وزير ثقافتها وفي استراليا وقع وزير داخليتها في قبضة كورونا ومن الوزراء تسلل كورونا الى بيوت رؤساء الوزرات ففي كندا اعلن مكتب رئيس الوزراء جاستين ترودو اصابة زوجته اما ايران فوضع علي اكبر ولايتي المستشار الرئيسي للمرشد الايراني في الحجر الصحي النائب الاول للرئيس الايراني لم يكن بعيدا عن الاصابة ايضا وفيما اعلن التلفزيون النرويجي وضع ملكي وملكة النرويج في الحجر الصحي بسبب كورونا اعلن الرئيس البرتغالي فرض حجر صحي طوعي على نفسه من باب الوقاية